أبدأ معك دكتور سامي. دخول الوقود اليوم إلى لبنان ربما يراه البعض بأنه حل أو حل حلالي أزمة تعصف بلبنان. لكن ما الأثمان الخارجية برأيك التي سيدفعها لبنان؟ هناك أثمان خارجية. هذا يتوقف إلى حد كبير عن رد فعل الإدارة الأمريكية لما اعتبره الوفد الأمريكي الزائر للبنان منذ أسبوع خرقا للعقوبات الأمريكية. ولكن من الملفت أن هذه الناقلة النفط مرت عبر البحار. مرت عبر قناة السويس من دون أن يعترضها أحد. لم تلقى مثلا مصير تلك الناقلة النفط الإيرانية التي حاولت أن ترسو في بنيزولا وتم اعتراضها. وبالتالي قد يكون هناك عملية غض الطرف عما حصل. الآن العواقب أو التداعيات السلبية أنا أعتقد ليست فقط على المستوى الخارجي. إنما على المستوى الداخلي. لأننا أمام تنظيم سياسي يدخل وبشكل علني في سوق الطاقة. هذا نوعا ما. هناك تنظيم سياسي لديه اليد الطولة في السياسة. لديه اليد الطولة على المستوى العسكري. يدخل على مستوى الطاقة. صحيح أن المواطنين اللبنانيين هم بحاجة ماسة إلى هذه المادة. وقد يرحب بشرائها أي أن يكن المصدر. فهم لا يأبهون. ولكن ما هو مصير هذا السوق بعد ثلاثة أو أربعة أشهر من اليوم؟ هل نحن أمام اللاعب جديد؟ يتحول شيء فشيء إلى نوع من الكرتل؟ هناك أسئلة كثيرة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر